سلام عليكم يا شيابي رب تكونوا بخير ويكونوا الدنيا تهم معكم هنكمل على طول الموضوع التاني من السنروزز احنا خدنا تعريف الفايبروزز قلنا ان الفايبروزز ده هو عبارة عن اكيوميليشن اوف اكسترا سيلر ماتيريالز وبيبقى بعدها فايبرويتك سكار نتيجة اكيوت او كرونيك السنروزز بيبقى فيه مميز بالرجنراتيب نيديول والرجنراتيب نيديول ديت بتعمل ديستورشن او بتشوه الهيباتيك اركتكتشار وده مهم جدا خدنا كمان الاتيولوجي بتاعه وده اللي تاني مرة بييجي فنراجعه كويس جدا خلاص مهم جدا الكلينيكال بيكتشار عمدنا تلاتة سيه كلينيكال بيكتشار للسنروزز وكلينيكال بيكتشار عيدة عالسبب اصلا اللي عمل السنروزز وقانت الكمبيليكيشن اللي حصلت يبقى تلاتة سيه المضاعفات اللي حصلت السنروزز عندنا الكلينيكال بيكتشار على حسب هو كومبانسيتد ولا دي كومبانسيتد مهم جدا ان حضرتك تعرف يعني ايه كومبانسيتد او دي كومبانسيتد كومبانسيتد سنروزز اللي بيشانت غالبا بيبقى اسمتوماتيك مفيش اعراض قوي والديزيز بيتعرف من المعمل أو من الexamination اللي هو physical examination في العيادة أو من الاميدجين الجسري والتصوير اللي هو الاميدجين الجسري اللي هو التصوير في اللابس هتلاقي فيه ارتفاع فيه الامينو ترانسفيريز والجمج جلومتل ترانسبيبتاز اللي هو الافونكشن وهتلاقي فيه الexamination في الليبر والاسبلين وفي التصوير برضو هتلاقي الالليبر والاسبلين إنما كأعراض الأعراض اسمتماتيك مفيش اعراض وهي ديات المميزة للكمبنسيت الديكمبنسيت الديات بتبقى بيحصل بقى خلاص ارتفاع في وتلاقي في طب ايه هي ده سؤال مهم جدا في الامتحانات ومتكرر بنسبة كبيرة هيجيلكم بيبقى ممكن يكون وده موضوع عتخذو في الجراحة او هباتو رينال سندروم تحصل برضو معها ويبدأ يحصل مشكلة ويبقى فيها هايبو بروتينيميا البروتيني يبقى علي الديات الايه البي ممكن يحصل بليدنج وممكن ممكن يحصل بليدنج وممكن يتكون نتيجة البرتال هايبرتينشان يتكون فاريسيز ولا حاجة والفاريسيز ديات اللي هو دوالي المريء والفاريسيز ديات تفرقع فيحصل بليدنج بعد كده السيل اللي هو الكنسر ممكن يحصل طبعا بعد السيروزز هباتو سيرو كارسينومة الدي دس أوردرد كو أجوليشان يحصل مشاكل كو أجولوباسي سواء المشاكل ديت كانت بنزيف او مشكلة بالتجلط يعني بيحصل مشكلة في سيستم التجلط سواء ينزف او يحصل تجلط زي بورتال فينس رمبوز طبعا انكفالوباسي ان هو ما يقدرش يهدم الامونيا ويبدأ يطلع اليوريا ويبدأ يحصل له انكفالوباسي وهي هباتك انكفالوباسي ويدخل في كومة نتيجة المشكلة اللي هي الموجودة في الكابت يبقى الكمبيليكيشان A, B, C, D, E حفظ صم الكوزز بقى ان احنا نعرف الكوزز ازاي من التحليل اولا هنشوف الامينو ترانس فريز في الموست كورونيك هباتيتس معادة الالكوح والهباتيتس بنلاقي نسبة الـ AST على الـ ALT أقل من واحد لكن لو تحول الكورونيك ده لسرولوزز هنلاقي النسبة دي اللي هي الـ AST على الـ ALT معكوسة الريشو بتاعه معكوس تمام؟ فبدل ما هي تبقى أقل من واحد لا تبقى أهزيت بقى خلاص هتلاقي الريشو معكوس reversal of AST-ALT يبقى دي هات مهمة جدا عشان الـ M-C-Q انت لو لقيت reversal الريشو ده يبقى ده انه حصل سرولوزز خلاص والكورونيك هباتيتس كلهم بيخلوا الـ AST على الـ ALT يقل من واحد معادة الالكوح والهباتيتس هو الوحيد اللي ما بيعملش الموضوع ده عشان الـ M-C-Q بعد كده هتلاقي الـ Alkaline Phosphatase الـ 5-Tish Nucleotidase الجلومة الجلومة جلوملتايل ترانسفيريز هتلاقيهم كلهم elevated بس في حالات الـ A الكوليستاتيك حالات المشاكل اللي بتبقى موجودة عندك في المرارة والحصوات السيرام بلوروبين هتلاقيه عالي والسنستيك هباتيك فونكشن اللي هي الحاجات اللي الكابت بيصنعها هتلاقي فيه البروسرومبين تايم انت عندك الـ Q-Agalition Factor فيه فهتلاقيه عالي البروسرومبين تايم التجلط عامدك بدل ما هو بياخد وقت معين برا الجسم هتلاقيه لا بيزيد يبقى الـ Q-Agalition Factor فيها مشكلة ليه لأن اللي بيصنع الـ Q-Agalition Factor الكابت فهيبقى فيه مشكلة فتلاقيه الـ P-T عالي تسنستيك كمان هو والبروسرومبين تايم هتلاقيه عالي والقلبيو من قليل فمهم جدا ان انت تبقى عارف الموضوع ده خلاص تحفظ صم اللابوراتوري تستيكوز طيب اللابوراتوري تست جينرال كده انت المفروض ما بتعمل CBC ممكن تلاقيه أنيميا ليوكوبينيا أنيميا يعني كرات الدم الحامرة قليلة ليوكوبينيا كرات الدم البيضة قليلة سرومبوسيتوبينيا يعني تلاقي البلتلت بيحبس كل خلاية الجسم كمان الألكوحول ممكن يعمل ديبريشان عندك ولما يعمل عندك ديبريشان لنخاء العظم نخاء العظم هو اللي بيكون كل خلاية الجسم فخلاية الجسم تكوينها هيئل يبقى ده اللي ايه بيحصل بقى انت كده تبقى فهم كل حاجة ليه بيحصل الأنيميا أو ليوكوبينيا أو سرومبوسيتوبينيا ده اللي هو كل الخلاية بتقيله وكلمة كل الخلايا بتسوي بين فممكن يستعيدوا عنها بكلمة بان سايتوبينيا بان سايتوبينيا جاما اميونو جلوبيلين دي بترتفع نتيجة حصل إلا في في الكبد خلاص يعني الكبد ما بيضارش يتخلص منها فتلاقي الجاما جلوبيلين عالية تمام ديها اللي بتدخل في تكوين الانتي بادس الابوراتري تيست سبيسيك فورز زاكوزز عندك كورونيك بيرال هباطايتس لو في كورونيك بيرال هباطايتس هتلاقي السيرولوجي بتاعهم عالي سواء الانتي بادس بقى او الانتيجينز وتعرفوا بالبي سي ارد شوفوا الدين ايه واحنا اتكلمنا على الهاي بيرال هباطايتس وانتو عارفين الهوتو اميون ديزيز هتلاقي الاميونو جلوبيلين كلها والانتي ووتو امتي بادس عالية اميونو جلوبيلين جي مع الاي اتش وهي اميونو جلوبيلين ام مع البيلاري سيرولوجيز الهيمو كروماتوزز هتلاقي طبعا الفريتين او الفريتين وترانسفيرين الساتوريشن عاليه الهومو كروماتوزز الحديد الويلسون ديزيز الكبر هتلاقي سيريو بلازمين ويريناري كبر عاليه والسيريو بلازمين ديات مهم الالفا وان انتي تريبسين ديبشانسي هتلاقي الليفل بتاعه الالفا وان انتي تريبسين عالي خلاص يبقى ده منطقي تمام ولازم تعرفه الهيمو كروماتوزز هنشوف السيروم في الريتين الميجور منت ده الابسط وهي الموست دايريكت انيشيال تاست اللي بابدأ بيه اليفيتد ليفل هتلاقي أعلى من 200 في الستات وعلى من 250 في الرجالة نانو جرام لكل مليمتر وده مهم mcq are usually present in hereditary homochromatose mcq hereditary homochromatose تمام ولكن هو ممكن يبقى موجود في بعض الابنورماليتس زي انفلاماتوري ليفر ديزيز يعني ممكن يعلى في بعض الامراض التانية زي انفلاماتوري ليفر ديزيز كورونيك فيرول بطايتس فاتي ليفر ممكن يعلى مع الكانسر ممكن يعلى مع الانفلاماتوري ديس أوردر سيستيميك زي روماتويد أرسرايتس يبقى هل هو علوه specific هو هو simplest ومست direct لكن مش specific لأنه وبيعلى في حاجات تانية خلاص فيه تستات تانية ممكن اعملها او ممكن اشوف الفيريتين لو انت لقيته الفيريتين الليفل ده ابنورمال تمام ممكن اشوف الفاستينج سيرام ايرن الفاستينج سيرام ايرن مفروض ان انت هتلاقيه اكتر من 300 فاتشخص بيه هيمو كروماتوز تمام الفاستينج سيرام ايرن 350 يعني ماشي ايرن بايندين كباستي او اللي بيسموه ترانسفيرين ساتوريشن يعني ده اسم وده بيسوي لو ترانسفيرين ساتوريشن بيسوي الايرن بايندين كباستي تمام الليفل غالبا هتلاقيه اكتر من 50% يبقى انت كده عندك هيمو كروماتوز لو لقيت البايندين كباستي بص هو الحديد عشان يمشي فيه الدم بيمشي يمسك في بروتين اسمه ترانسفيرين فنسبة الترانسفيرين ده اللي هو الساتوريشن بتاعها ان هي تمسك الايرن لو زادت عن 50% يبقى كده انت عندك هيمو كروماتوز تمام الويلسون ده بتاع الكابر تمام لو معالز فردس فانكشن تشوف البلازما سيرو بلازمين تلاقيها اقل من 20 ميلي جرام لكل دي سي لتر وده مهم يورين ريكابر هتلاقي زيادة اكتر من 100 ميلي جرام والهيبات الكابر تركيزه في الكبد هتلاقي زيادة اكتر من 250 خلاص يبقى الوحيدة اللي بتبقى اقل من رقم ما هي السيرو بلازمين اللي هي 20 الكابر بيمسك فيها بيخلي كميتها قليلا السيرو بلازمين خلاص في الدم هتلاقيها أقل من 20 ميلي جرام لكل دي سي لتر ومهم الرقم ده خلاص طيب الوريناري اميدجينج الوريناري اميدجينج هعمل سونار السونار ده رخيص عشان تقدر تشوف بيس الروز وهقدر اشوف فيه اللي بتبقى موجودة ديت في الكبد تمام ويه لو هو بس ده بيبقى تمام لأننا ممكن اشوف السيروز وممكن تشوفه كمان في الفاتي لا الفاتي كمان بيزود تمام ممكن اشوف بيه ايه كمان غير موضوع السيروز وتلاقي افر السيروز ده تلاقي افر السيروز في الصنار عشان لو جالك السطر ده تلاقي السيروز ممكن كمان اقدر اشوف مية اللي متراكمة عندك في الشهاية البرتونية اللي هو الأسايتس تمام اللي هو من الكمبيليكيشن اللي ممكن تحصل احنا قلنا السيروز وقلنا الأسايتس ممكن اشوف كمان الهيباتيك سيل كارسونومة تمام في السيروتيك بيشانت يعني ممكن اشوف الكمبيليكيشن اللي بعده وممكن استخدم دوبليكس دوبلر ألترا سونوجرافية عشان اشوف البيتنس بتاع الهيباتيك والبورتل والميزنت ركفي عشان لو فيه اكلوجين او اي حاجة موجودة فيه خلاص السنار بس السنار اسمه دوبلر او دوبليكس عشان شوف فيه الاوعية معينة عشان شوف ها مفتوحة ولا لا طيب بص كده ادي سراتك وهو موجود ايه وده النورمال عندك طبعا هنا فيه مشكلة والعشعة المقطعية والرانين بالسابقة عشان نشوف لو فيه ايباتيك سيل كارسونوما او فيه فاسكولور ليشن اللي اما ارقا يقدر افشوف فيها ايه كمان لو فيه همو كروماتوزيز عشان لو فيه في المركب ممكن اشوف فيها اللي اللي هو تمام خلاص اهو السهم اللي عندك ده ده انتراوكستر هيباتيك بايل داكت بيدنج اهو والارز ده ابرابت كاتوف ديو انتراوكستر بايل داكت بايل فيه حاجة اسمها ترانزيانت الاستو جرافي او اللي بيسموه الفايبرو سكين حاجة جديدة او موجودة دلوقتي في مركز الاشعة ترانزيانت الاستو جرافي او الفايبرو سكين ده نان انفيزي بيستهدم هاي فلوس تي الترا سونار الاشعة بتاعته بتستهدم عشان نشوف خلاص ولو حفي يبقى ده ماشي مع الفايبرو بشخص بيه اكتر الفايبرو لو في ستيفنس يبقى فايبرو فايبرو او الاستو جرافي تمام فايبرو 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 بشوف بيه الاستو جرافي ستيفنس خلاص في حاجة اسمها transient الاستو جرافي او الفايبرو سكان في حاجة تانية اسمها ايه اسمها controlled attenuation parameter او الكاب اختصار كده بنسميه كاب controlled attenuation parameter controlled attenuation operator برضو بشوف في بيه بقى الكاب الاستياتوز اللي هو الفايتي ليفر تمام في فايتي ليفر استياتوز ده مهم انت تعرف ده بشوفه بعمل بيه بادور بيه على ايه عشان الاستياتوز الاندوسكوبي بقى المنزار المنزار بالنسبة لنا في البطن وحاجة مهمة جدا المنزار ده بشوف لو انا عندي دوالي في المريق فاريسز فلوسوفيجس دوالي المريق خلاص او في المعدة وممكن اعمل اوسوفيج وجاستر ديود نوسكوبي تمام عشان اشوف لو فيه بورتال هايبر تنش مهم خلاص بشوف فيه دوالي ولو فيه بورتال هايبر تنش نتكلم عن موضوع بورتال هايبر تنش بالتفصيل بعد كده ممكن ااخد عينة من الكبد ليفر بايوبسي عينة والليفر بايوبسي بتاعك عندك فيه مشكلة وبعدين اعمل بتاع الانفلاميشن الجريد بتاع الانفلاميشن ولو فيه فايبروزز اعمل الفايبروزز ده والدياجنوز بايوبسي باش بقدر اشوف فيه فايبروز ولا او فيه نديول اللي هي بتاعت السيروز ولا تمام عندك بياخد او اف وان بتلاقي والبورتال تركت فيها فايبروز بسيط كده بس في البورتال تركت فقط اف هتلاقي فيه فيو سيبتا كده بدأت تظهر اف سري هتلاقي السيبتا ديت بدأت تبقى اكبر كده واكتر اف فور يبدأ يغزر البقى النيديول اللي هي بتاعت السيروز اللي هي الريجين ريت اف نديول تمام اهي اف بيوبسي انا بستخدمه عشان اشخص ايه ده سؤال مهم اول حاجة الفاتي ليفر الكوحوليك او نان الكوحوليك وتوميون ليفر ديزيز والهيمو كروماتوز والويلسون ديزيز زائد الفايبروز والسيروز اللي احنا شخصناه مار بتزود عليهم دول فاتي ليفر وتوميون هيمو كروماتوز ويلسون ديز كل ده بقدر شخصه بايوبسي فيه نان انفيزف تيست باستخدمه عشان اشوف البيشنت ده معه سيجنيفكن فيبروز او سيروز من البيشنت اللي معه معه او معه ميلد فيبروز ده سكور تمام الاسكور ده اسمه فيب فور فيه اي بي فور سكور وده مهم بيتساعل كتير فيه فيه اي بي فور سكور ده بيساوي ايه يعني بيساوي ايه عندك تمام بيساوي الاج في الاس تي على اللي انا عملته في صورة الدم الكاملة في جزر الالت يعني انت بتطلب له تحليل انزيمات كبد وصورة دم ومن انزيمات الكبد وصورة الدم ده وسنه ممكن تشوف الاسكور ده فاي بي فور تمام او ماينس فور سكور لو هو السكور ده الرقم اللي اقل اقل من واحد خمسة واربعين من واحد خمسة واربعين يبقى ده هياخد في الفايبروز ستيج من صفر الواحد طب من واحد خمسة واربعين لتلاتة خمسة وعشرين اتنين وقو ثلاتة طب اكتر من تلاتة خمسة وعشرين من اربعة الست يبقى ده على حسب ايه على حسب اللي عنده اللي هو خلاص طب يبقى انا كده خلصت التشخيص يعني اي دامج هيبقى عندك في طب يبقى تمام واي دامج وهيحصل في المفروض ان انت تقلله عشان ما يحصلش low progression ما يحصلش low progression طيب treatment general اول حاجة انا بعمل general management عشان اعمل prevention chronic liver disease امنع chronic liver disease بقى اسبابه والله الكحول يبقى فيد الكحول viral يبقى هتاخد vaccination لبطايتس B ولبطايتس A ومضمة اللوم vaccination وتمنع نفسك ان انت مثلا ما تتعرضش الابر تمنع نفسك sexual intercourse تخلي بالك منه الكلام اللي ممكن يعرضك لأي virus good nutrition and balanced diet weight reduction تقلل الوزن عشان fatty liver وديد برضو عشان fatty liver early treatment of percepitating factor زي الجفاف ال high infection ال infection اي السبب ممكن يعملك بيدخلك بعد كده مشاكل مع الكبد تمنع طب specific يعني انا عاوز اعالج لك نوع معين اشوف السبب خلاص والله لو هو alcoholic cirrhosis يبقى توقف alcoholic abstance خلاص لو هو chronic viral hepatitis يبقى هتعالج بالantiviral medication اللي احنا اخدناه هو autoimmune hepatitis هتعالج الاوتوميون هتدي كورتيزون واميون subrescent agent زي الازاس وبري خلاص لو هو primary pulary colangitis يبقى تدي يرز doxycholic acid وده مهم جدا وopticolic acid وده مهم جدا برضو خلاص الاتنين دولة مهمين وحفظوهم مهم وبييجوا كتير في الامتحان طب لو primary sclerosing colangitis primary sclerosing colangitis بعلقوا بال liver transplantation liver transplantation معاه مهم جدا liver transplantation معاه ويعتبر العلاج الوحيد only treatment for end stage primary sclerosing colangitis تمام فيه دوة تاني اللي هو UGACA UGACA ده على فكرة هو نفس الدوة ده يريزو دو خلاص أو لو اسم تاني يعني يعني اختصار لي أو اسمه التجاري تمام خلاص اللي هو ده يعني عشان لو الاختصار ده ما تقعدش تسأل نفسك ده كتير طيب specific بقى زي ما قلنا هنكمل حاجات الspecific الكبر اللي هو اسمه تراين تراين تين والدي بنسلمين همو كروماتوزز طبعا الفلوبوتومي ان انا يعني بشيل الدم يعني بجيب ابرة كده ودخلها في الدم وابعد اشيل الدم اللي موجود في الجسم يعني ااخد منه جزء عشان اقلل التوكسيستي شوية خلاص اقلل التوكسيستي شوية الناش اللي هو النان الكحوليكسيستيات وهيباطايتس ده العزم تعمل ويتلوس خصوصا مع الناس الابيس يعني الناش اللي هو جنب الناس الابيس خلاص ماشي يبقى تقلل ده بيقل النسبة بنسبة 7% طبعا بقى اكسارسايز والكلام ده الوتو اميون هباطايتس الهدف من العلاج ان انا اعمل بايوكيميكا ريميشن ان انا اقلل انزمات الكبد العالية والكلام العالي ده تمام يعني انا عايز اعمل بايوكيميكا ريميشن طب البيوكيميكا ريميشن ده اعرفه ازاي لما تلاقي النورمال الحمدلله لما تلاقي النورمال سيروم ترانسا امينيز والاميون اجلوبيون في النسبة الطبيعية يبقى انا خلاص كده عملت بايوكيميكا ريميشن بايوكيميكا ريميشن كمان بيبقى معايا في الهيستولوجيكا اكتيفتي لما تيجي بص تحت الميكروسكوب تمام وبيقلل الديزيز بروجريشن ان الديزيز يبقى اعنى هيحصل معايا الهيستولوجيكا هتقل والبروجريشن هيقل كمان الاعراض السيمتوم هتقل طب الستاندر تريتمنت بقى الواحد عمد اوتو اميون بطايتس طبعا والكورتزون بريدنيزون بنسبة نص الواحد ميلي جرام لكل كي جي ومعا كمان اميون ميلي جرام زي ما قلنا خمسين ميلي جرام لكل دي ببدأ بها وبعد كده بزود ممكن توصل لتلات اضعاف ميه وخمسين ميلي جرام لكل دي سيليتر كولانجايتس زي ما قلنا يريز دوكسي كوليك أسد ده بيبقى من 13 ل 15 ميلي جرام في اليوم تمام وفيه اوبتيكوليك أسد لو معك رورايتس بسبب ممكن تدي كوليستيرامين 4 جرام في الجرعة وماكسيم مدوز في اليوم تدي 4 منها 4 في 4 له 16 جرام في الدي تمام بتتاخد بقى كل ساعتين ل4 ساعات تمام قبل او بعد اليوريستيرام كوليك أسد ده تمام الليفر ترانس بلانتيشن ده بعمله ما خلاص لهنا وصلت المرحلة اللي هو دي كومبنسيت سيروز وبدأت تدخل فيه ليفر فلير او معه وما بيستجبش لأي ميديكال تريتمينت طالما بيستجبش لأي ميديكال تريتمينت يبقى خلاص حضرتك ايه يعني تدخل دي كومبنسيت سيروز تمام 1 year and 5 year survival ريت اللي هو المعدل انه يعد سنة او 5 سنين مع زرعة الكبد بيزيد بحوالي 85% لأول سنة و72% ل survival rate لمدة 5 سنين و recurrence للديزيز ممكن يحصل بعد الترانسبلانتيشن عادي long term side effect of immunosuppressant الأدوية اللي هو هيمشي عليها ده ممكن يعمل مشكلة الموربديتي في الترانسبلانتي تعرف الناس اللي هم بتعمل زراية كبد بتمشي على long term immunosuppressant حاجات مصبتات للمناعة فممكن مصبتات المناعة ده ممكن نفسها تعمل مشاكل وتزود الموربديتي الموربديتي اللي هو زيادة حدوث الأمراض والوفاة بعد كده 10 years survivor rate في الكمبنسيت سيرروزز بتبقى 47% طبعا في الديكمبنسيت لو هو دخل بعدها تبقى 16% ده بعد liver transplantation طيب البروغنوزز والله البروغنوزز عملوا له score اسموش child pass score ده بستخدم فيه السيرام albumin يعني البرامترز اللي فيه بستخدم فيه السيرام albumin البلوروبن البرسروم بنطايم والINR أو البرسروم بنطايم على الINR الأسايتس فيه أسايتس ولا لا وهيباتك انكفالوبسي موجودة ولا لا وبدي اللي score ده بصنفه يا A يا B يا C لو خد رقم من 5 إلى 6 يبقى ايه لو من 7 إلى 9 يبقى B لو من 10 إلى 15 يبقى C هو score من 15 point ومعها survival rate على حسب برضو لو score A مع survival rate لسنتين بيبقى 85% لو survival B بيبقى 60% لو C يبقى 35% تمام اللي هو السنتين خلاص طيب total بالروبن لو هو أقل من 2 ياخد score 1 ياخد 1 لو هو من 2 ل3 score 2 لو هو أكتر من 3 يبقى score 3 خلاص في أي مشكلة طيب عندك السيرام قلبي من 3 ونص أقل من 3 ونص يبقى score 1 من 2 و8 من 10 أكتر من 3 ونص score 1 من 2 و8 و10 ل3 ونص يبقى score 2 أقل من 2 و8 من 10 يصير القلبي من تصنيف القل لو في مشكلة في الليفر فيبقى score 3 ال-INR لو هو أقل لو هو أقل من 1 و7 من 10 يبقى score 1 1 و7 و2 و3 score 2 أكتر من 2 و3 score 3 وده مهم أنك تحفظ الكلام الأسايتس مش موجودة خالص 1 mild يبقى score 2 moderate يبقى score 3 تمام الهيباتيك إنكفالوبسي مش موجودة يبقى 1 ال-grade بتاعنا عارفين الهيباتيك إنكفالوبسي 4 grades لو هي أول 2 grade يبقى grade 3 و4 يبقى score 3 أنا دلوقتي لو لقيت مثلا total 2 ونص يبقى هياخد نقطتين في score ماشي ومعاه مثلا سيبرام قلب يومين 2 3 يبقى هياخد برضو نقطتين ومعاه مثلا INR 2 يبقى أنا أخد نقطتين والأسايتس مثلا mild يبقى ياخد نقطتين وأبس انتهبتك إنكفالوبس يبقى ياخد نقطة يبقى نقطتين 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 نقطة يبقى كده كام يبقى كده 9 9 يبقى من 7 إلى 9 يبقى score B يبقى score B يبقى أنت حاجة اسمها model for end stage liver disease أو model end stage liver disease خلاص score ده نظر model use to predict the short termo mortality observation to with roses الناس اللي معهم سور roses أشوف المortality short termo mortality بتاعه وده باستخدم فيه إيه بقى عشان MCQ برضو serum بالروبن الكريا تينين ده ما كنتش باستخدمه في اللي فات اللي قاعد عشان نشوف predict mortality وزين زين كس 30 months في 3 شهور بس عشان لي امسك وباستخدم فيه الكريا اللي ورده الكريا ده اللي هو الكبد اللي كنتش باستخدم فيه الكريا وفي حاجة اسمها mild score بتعتمد عليه almost recently mild sodium score mild dn score the priority of organ allocation for liver transplant for patient whistle roads is decided يعني بشوف عليه اعمل liver transplantation ولا لا من mild score ده خلاص طبعا ضمت اتنين cases كده روم وشوف هتعرف وتحلوهم ولا لا على حسب ال score وانا معاكم ولو فيه اي مشكلة